بسم الله الرحمن الرحيم قانا کلامنا حول الاخلاص لزوم الاخلاص للمعلم والمتعلم هذا من الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم بعد ذكر بعض الآيات الشريفة و بعض الروايات عن طرق العامة الشهيد الثاني یعقد فسمند حول ما روی ان طریق الخاصة و من طریق الخاصة روالکلینی رضان الله تعالی علیه به اصناده الى امیر المؤمنین علیه السلام علیهن علیه السلام قال قال رسول الله صلی اللہ علیه و آله منهومان لا يشبعان خنا که طائفتان من الناس انده هم اتش انده هم طلب و حضرت طلب لا ينتهی مثل شخص الجاع الذي لا يشبع طالب و دنیا و طالب و علم طالب و دنیا نعرف الانسان و الحریس ليسه هناکه کمیه من المال تشبعه لا يشبعه ایشی حتی اذا كان انده ما یکفیه لأش مرات من الحیات لا يقتنع به ذلك ولیکن هناکه ایزاً طالب و العلم و لا يشبعه من العلم فمن اقتصر من الدنیا على ما احل الله له سلمه یعنی هجباً لا نکن حریسیم من اقتصر من الدنیا على حلال ما احل الله له سلمه و من تناولها من غیر حلها حلکه الا ان یتوبه و یراجعه اما به نسبه الى العلم لا بس الانسان لا يقتنه بل الافضل ان لا يقتنه به ما یعلان قل رب زدنی علم لا نقول رب زدنی دنیا لا نقول الله سبحانه وتعالی نقول اعطنی من الرزق الحلال اعطنی رزق الواسع حتی لا احتاج الى شخص ولكن لا اقول ان اعطنی كل المال من اخذ العلم من اهله و عمل بهی نجا و من اراد بهی اد دنیا فهی حظهو یعنی لما ما يحصلشه من الدنیا یورید الشهره یورید المال یورید القدر لما ما يحصل ولكن لیسه له حظهو فی الاخره اذا اراد بالعلم الدنیا فیده من نكون مخلصین فی طلب العلم فی کسب العلم نشر العلم و به اصناده الى الباغر علیه السلام یعنی شیخ الکلینی به اصناد الى الباغر علیه السلام من طلب العلم لیباهی به العلماء یقول انا اردو ان اصبه من العلماء او یماری به السفحا یبحث یتشاجر معهم یحاجهم او یسرف بهی وجوه الناس اله الناس یعتون یحترمونه فليتبوه مقعده من النار یعنی مکانه یکونه في النار یجب ان یکون جاهزا لحاظه لانا النيا ما کاند صحیح ما کاند الله النيا کاند مباحاق او مراع او جذب وجوه الناس اله انا رعاسته لا تسلحو الا لأهلها ار رعاسته تسلح لمن لا یورید الرعاسته اذا اونا که شخص یورید الرعاسته ار رعاسته لا تسلحوها اذا انا رعید الرعاسته فا انا کن خادم للرعاسته لا استطیقا اخدم هاد المقام نحن به هاد اله اشخاص هم اعلا من هاد الرعاسته لا یوریدن یستفیدو منه یوریدن یفیدو وزایه يجبن کن اعلا والاعلا لا يطلب الدانی بالفلسفة عندنا بحث نقول العالی لا یورید السافر حتی لا یلتفت الى السافر اونا بحثون مهم حتی في علت الغائية ولی اجزالك العلت الفاعلیه اینما یخلق افعاله یخلق الافعال یخلق الموجودات بسبب التفاته الى نفسه بخاذه من مظاهر التفاته الى نفسه و نفسه في قمة من الكمار هذا بحث علا اتغال طالب الرعاسه لا یفید الرعاسه اما من ينظر الى افق اعلا من الرعاسه فا اذا رعا ان الرعاسه تنسجم في ذاك الافق فا یستطیعا یفید حدیث آخر و به اصناد الى ابی عبدالله علیه السلام من اراد الحدیثه لمنفعت الدنیا شخصون یتعلم الحدیث یکتب یحفظ ینشر لمنفعت الدنیا لم يكن له في الآخرت نصیبون و من اراد به خیر الآخره اعتاه الله خیر الدنیا والآخره اذا تسبب ورا الدنیا روبما تحصل الى الدنیا روبما لا تحصل الى الدنیا ولكن الآخره ليست لکن اذا تسبب الآخره ورا الآخره الآخره تكون لکن و الدنیا اذن تأتی وراك و عنه علیه السلام الامام الصادق علیه السلام اذا رأيتم العالم محبا للدنیا فاتهموه على دینكم یعنی يجب ان تكونوا الى حذر من هذا العالم المحب للدنیا لانه روبما يغيرو الاشياء و روبما يسکد عن بعض الاشياء لانه الناس لا يحبون ان يسمون اذا اقول هذر الامور الناس لا يدعوننی الناس لا يعتوننی نقود فعجدا نكون محبوبا مرضيا لدى الناس اتكلم كما يريدون ليس كما يريدون الله فحتى لو لم يغير الامور روبما يسکد عن بعض الامور و يبالغ في امور اخرى اللہ تعالی هادا العالم المحب للدنیا يضر كثيرا فاتهموه على دینكم فإن كل محب لشيئين يحوط ما لينك عالما مفتونا بالدنیا تا و طریق عبادی المريدين الذين يريدون الله من قلوبهم و اما الحديث الاخید هذا اليوم و عنه هذا اذا من الامام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله الفقهاء و مناء الرسول كم يكون راقيا هناك فخر عظیما يكون الانسان امینا للرسول ولكن هناك شرط الفقهاء و مناء الرسول ما لم يدخلو فالدنیا قيل يا رسول الله و ما دخولهم فالدنیا كيف يمكن يدخلو فالدنیا مجرد تعایش مع الناس مجرد يكون لهم بيت و مثلا منزل و كذا لا طبعا دخول فالدنیا ليسه يعني الحياة فالدنیا دخول فالدنیا يعني التعظيم امام اهل الدنیا تزهیت و كل شيء لأجل الهصول على الدنیا هنا يقول و ما دخولهم في الدنیا قال اتباع السلطان تعظيم امام اهل الدنیا فإذا فعلوا ذلك اذا هم يتبعون السلطان لأجل الهصول على الدنیا في بعض الاحيان ربما هناك علماء عالم يتصور هناك ظروف خاصة و يجب اللہ يتحدى السلطان لأجل الحفاظ على المؤمنين والمصالح العالية يجب اللہ يبارز و يعارز السلطان هذا شيء حتی في سیرت الاحيمت المعصومين موجود اما اتباع السلطان یصب عمیلن للسلطان هذا شيء آخر فَإِذَا فَعَلُوْ ذَلِكَ فَحْذَرُوْهُمْ عَلَا دِينَكُمْ كَمَا في الحدیث سابقه قرار فَتَّهِمُوْهُ عَلَا دِينَكُمْ آنها يقول فَحْذَرُوْهُمْ عَلَا دِينَكُمْ طبعا لا تحتاجون الا ان تتکلمو زده هم و تقومو به دعایات والحجمات اعلامی و كذا لا لیکن احتفظ على دینك کن على حضر وحتم به نفسك و اهلك و من دیکن تحت رعایتك تنخده به هؤلاء الاشخاص نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لنا علماءنا ربانيين و يزيد امثالهم و يوفقنا لأجل الاستفادة والانتفاق بهم والحمد لله رب العالمين احسنتم شيخنا الله يفردكم هل هناك سؤال